ايه اللي انتو بتعملوه دي؟ حد برضو يجرب من بحيرة فيها تمسيح كده؟ حد عاجل ينزل مع التمسيح؟ انت هتجنن يا راجل انت مش انت اللي قلت لي يعمل كده؟ اني؟ يا ابن انا اول مرة شوفك دلوقت عم قلدي بينسى يا خالي ما ينفعش يعلمك اي حاجة عشان عنده مرض اسمه الزهير ايوة اني فاكر ان عبدون جل ان عندي زهايمر بساني بنزل ايه مين الزهيرمر دي؟ ده مرض بيجي لكبار السن وبيخليكم ينزل اه قول كده يا شيخ طب وليه يعمل فيه كده الراجل بتاع الزهيرمر دي؟ ايوة انا فاكر زمان لما حد كان يحب يتعلم صد التمسيح كنا بنعمل فيه مجلب كنا بنلبسه لبس تمساح ونقول له اصبح مع التمسيح وهي مش هتعمل لك حاجة ليه بتعملوا كده؟ عشان نضحك انا وجدك بس في الآخر كنا بنلحجه قبل ما ينزل انا بس عاوز نعرف دلوقتي انت جبت منان لبس التمساح دي؟ ده بتاعي انا البستاته بنفسي انت؟ اه انت ما تعرفتش انا اندي ايوة دي يا ام اندي شيخ السيادين وصاحب الجد التمساح ايوة واني حفيد الجد التمساح انعم واكرم نحنا نفسنا حد يعلمنا صيد التمسيح زي زمان معلش عمو انتي خلاص عنده زهايمة يلا بنا يا رجالة عشان بحط جلد التمساح في المخزن انت عندك مخزن فيه جلد تمساح طبعا فيه جلود كتير مخزنها في مكان سر ما اتخدوش في بالكو عمو اندي دي عنده الزهر مر وفيه هاجات كتير بيقولها غلط اني اسمع من زمان على المخزن الاسطوري بتاع الجد التمساح وانتي اللي مخزنين فيه الف جلدة وجلدة من جلد التمساح ايوة صاح مغزن الالف جلدة وجلدة بتفكر في اللي انا بفكر فيه التكن على الله اه 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 ادي انتم بتعملوا اه يا مجنين